السلام عليكم والإخوان أتمنى تكونوا بألف خير وعافية في قناة عينون على التقنية العديد من الأشخاص يعني يتسألون عن الطريقة للاحتفاظ من ملف القنوات دون الحاجة إلى إعادة البحث عنها خاصة إذا كنتم تتوفرون على أكثر من قمر في الجهاز فالمعروف على أنه عند إعادة ضبط المصنع للجهاز أو أحيانا عند تحديد الجهاز بنصاخ حديثة فقد تفقدون يعني ملف القنوات التي كنتم تتوفرون عليه بالإضافة إلى إعدادات الجهاز وهذا يعني يعني منه عدد من من يتوفرون على أجهزة الاستقبال فإعادة البحث عن القنوات والأقمار الصناعية فهو يكلف نوعا ما الوقت والجهد والجهد وأحيانا قد لا تعرفون حتى طريقة البحث عن هذه القنوات التي كنتم تتوفرون عليها في أجهزتكم فعلى بركة الله سأريكم طريقة وهذه الطريقة هي سهلة جدا للاحتفاظ بالقنوات نذهب على نفتح يعني نذهب إلى إعدادات الجهاز إلى سيتينج ثم عفوا نذهب إلى أو 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 نذهب هنا ثم نذهب إلى الأخير يوزر تشانيل ليست يوزر تشانيل ليست تحولنا إلى هذه القوائم فالمعروف على أنه لدينا عدة طرق للاحتفاظ بالقنوات سواء من خلال الفلاشة فلاشة اليسبي أو من خلال ما يسمى بالسحابة Save to Cloud Save to Cloud فهي طريقة تم إحداثها من طرف فارق القوصات وتعتمد على حفظ القنوات في موقع Meta Mango ويتم يعني إرسال ملف خاص بالقنوات إلى هذا الموقع ولكن ما يهمون اليوم هو الطريقة الأسهل والتي يمكن أن يفعلها جميع الناس ولا تحتاج إلى معرفة كثيرة فنذهب أو نضغط هنا Save ثم يحولون إلى هذه الصفحة فهذه الصفحة تقول All the time and sitting will be saved يعني جميع الإعدادات وشميع الأشياء بما فيها ملف القنوات التي كانت لدينا سيتم الاحتفاظ بها هل ترغبوا بذلك نعم 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 ثم نضغط هنا يحولون إلى هذه الصفحة The data is full يعني الملفات وكل شيء يعني ممتلئ الآن هل تودون الاحتفاظ بها نعم نحول إلى نعم ويقول على أن إذا كانت هناك نسخة سابقة محتفظين بها سيتم مسحها نقوم نحول إلى نعم أو Yes أو We حسب لغة الجهاز نضغط هنا ثم يحولون إلى هذا المكان هذا المكان يعني يقول أو يطلب منا يعني تسمية ملف الذي ستحتفظون به الخاص بالقنوات مثلا سنسمي هذا الملف A أو A ثم نضغط OK يعني وبعد ذلك نذهب إلى load load ستلاحظون على أنه بالفعل تم الاحتفاظ بملف و كما تشاهدون يعني هذا الملف اسميته AAA بتاريخ 13 9 وحتى ساعة التي قمت بها بالاحتفاظ بالملف ولأتأكد بأننا يعني سنقوم بإرجاع ملف القنوات ففي السابق كان الملف لدي هكذا بعد ذلك سأقوم بحذف يعني كل شيء خاص بالجهاز نذهب إلى هنا ثم نقوم بإعادة ضبط المصنع سنقوم بأربع أصفار إدخالها وسأقوم بمسح القنوات فقط مسح قنوات فقط إذن قام الجهاز بمسح القنوات سأقوم الآن بملاحظة تلاحظون على أنه جميع القنوات تم مسحها سأقوم الآن بإرجائها نذهب إلى الإعدادات ونبحث عن النسخة التي قمنا بتخزينها إذن سأذهب هنا إلى User Channel Lace ثم نذهب ونضغط هنا على هذه الأيقون Load ستعطينا الملف الذي قمنا بتخزينه نضغط OK ثم بعد ذلك نتصدر قليلا إلى حين استرجاع الملف الذي قمنا بالاحتفاظ به وكما تشاهدون الحمد لله تم إرجاع ملف القنوات التي قمنا بالاحتفاظ بها أرجو أن أكون قد أفدتكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة